اللهم يصل على محمد وآل محمد اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعات كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فنائه كل شيء وبعزمائك التي ملأت أركانا كل شيء وبعلمك الذي أحاطه بكل أي شيء وبنور وجهك الذي أضاعه لهوه كل وهو شيء يا نور يا قدوس يا أولى الأولين ويا آخر الآخرين اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتكوه العصاب اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزلوا النقام اللهم اغفر لي الذنوب التي تغيروا النقام اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزلوا البلاء اللهم اغفر لي كل أذى البيين أذنبته وكل خطيئة أخطأتها اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني أي شكر أعوك وأن تلهمني ذكرك اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذللي خاشع أم تسامحني أم تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجة وعظم فيما عندك رغبة اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك اللهم لا جد لذنوبي غافرا ولا لكبائحي ساترا ولا لشيء من عمل القبيح بالحسن مبدلا غيرك لا إله إلا أن سبحانك وبحمدك ظلمته نفسي وتجرعته بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي اللهم مولاي كم من قبيحي سترتوى وكم من فادح من البلاء يقلتا وكم من عذار وقيتا وكم من مكروه دفعتا وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرتا اللهم عظم بلائي وأفرط بسوء حالي وقصرت بأعمالي وقعدت بأغلالي وحبسني عن نفعي بعد ومالي وخدعتني الدنيا بغرور هوا ونفسي بخيانتها ومطاليه يا سيدي فأسألك بحزتك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي وكن اللهم بعزتك يليعي في الأحوالي كل عارة ووفا وعلي في جميع الأمور عطوفا إلهي وربي من لي غيرك أسأله كشف ضري والنظر في أمري إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوا نفسي ولم احترس فيه من تزيئني عدوي فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك وخالفت بعض أوامرك فلك الحجة علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي في قضاء وأووك وألزمني حكمك وبلاء وأووك وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتدراً نادماً ملكسراً مستقلاً مستغفراً منيباً مقراً مذعناً ومعترفاً لا أجد مفره مما كان مني ولا مفزعاً أتوجه إليه في أمره غير قبولك عذري وإدخالك إياه في سعة من رحمتك اللهم فقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شدي وثاقي يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عظمي يا من بدع خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي هبني لابتدائي كرميك وسالفي بالركب يا إلهي وسيدي وربي أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكريك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيتك أو تبعد من أدنيتك أو تشرد من آويتك أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجد وعلى السنين نطقت بتوحيدك صادق وبشكرك مادح وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محقق وعلى ضمائره حوت من العلم حتى صارت خاشعة وعلى جوارح سعوت إله طاني تعبدك طائعة وأشارت باستغفارك مذعنة ما هكذا ظلنا بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا رب وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثوب يسير بقاوه قصير مدة فكيف احتمالي لبلاء الأخرى وجليلي وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والآوار يا سيدي فكيف بي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين يا إلهي وربي وسيدي ومولاي لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أضج وأبكي لأليم العذاب وشدتي أم لطول البلاء ومدتي فلين صيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهلي بنائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقيك وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظار إلى كرامتك أم كيف أسكن في النهار ورجاء عفوك فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لإن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها ضجيج الأعملين ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين ولأبكين عليك بكاء الفاقدين ولأنادين ولأنادينك أين كون يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين يا غياث المستغيثين يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد المسلم سجن فيها بمخالفتي وذاقي طعم عذابها بمعصيتي وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرتي وهو يضج إليك ضجيج مؤمن لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك أم كيف تعلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانها أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفه أم كيف يتقل قلوه بين أطباقها وأنت تعلم صدقه أم كيف تسجره زبانيتها وهو يناديك يا ربا أم كيف يرجو فضلك في عدقه منها فتتركه فيها أيهاد ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عملت به الموحدين من برك وإحسانك فباليقين يقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحدك وقضيت به من إخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كانت لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست أسمعك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأنت جلي ثناء قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فعزقا لا يستوى أعلم إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أمتهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرمنا جرمت وكل ذنب أذنبت وكل قبيح أسررت وكل جهل عملت كتمته أو أعلنته أخفيته أو أظهرته وكل سيئته أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا عليها معي جوارحي وكنت أنت الرقيب عليها من ورائهم والشاهد لما خفي عنه وبرحمتك أخفيته وبفضلك أسترته وأن توفر حظي من كل خير تنزله أو إحسان تفضله أو بره تنشره أو رزقين تبسطه أو ذنبين تغفره أو خطأين تستره يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي وُبْلَي وَاْمَلِكَ رِقِّي وَاْمَالِكَ رِقِّي وَاْمَنْ بِيَدِهِ مُى أَوْآسِيَةِ وَاْعَلَيمًا بِذُرِّ وَمَسْكَنَةِ اِبْااirie وَاْمَلِكَ آخِبِي يا ربي يا ربي يا ربي أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي في الليل والنهار بذكرك معمورة وبخدمتك موصولة وأعمالي عندك مقبولة حتى تكون أعمالي وأوراتي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من عليه معولي يا من إليه شكوت أحوالي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي قوي على خدمتك جوارحي واشدد على العزيمة جوانحي وهب لي الجدة في خشيته والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرح إليك في ميادين السابقين وأسرح إليك في المبادرين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين وأجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بسوء فارئد ومن كادني فكيد واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عنده وأقربهم منزلة من وأخصهم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك واعطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجاء وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك وأقلني عثرتي واغفر زلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة فإليك فإليك يا ربي من فضلك رجاء وكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضا يا سريع الرضا أغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته وهو غناء ارحم الرأس مال الرجاء وسلاحه البكاء يا سابغ النعاية يا دافع النقام يا نور المستوحشين في الظلام يا عالمان لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهل وصلى الله على رسوله ولا إمة الميامين من أهله وسلم تسليما كثيرا وصلى الله على محمد وعاله الطيبين الطاهرين